السلام عليكم حنشوفه توا مراجع للرياضة واحد فحنتكلم توا على الفترات والمجموعات اول حاجة يعني وبعدها حنتكلم عن المتبينات والدوال وشوي على المصفات فاول شي بالنسبة للفترات الفترات اول مجموعات اول مجموعات طبعا لدينا فترة انواع الفترات انواع الفترات نوعين لدينا فترة مغلقة 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 فترة مفتوحة بالنسبة المغلقة الاقواص المجموعة ستكون بالشكل والرمز سيكون طبعا علامات الاكبر منه والصغر منه ستكون بالشكل اصغر منه هادي اكبر منه و هادي اصغر منه تمام هادي انواع الفترات نشوفوا مثال على الشي هو مثال يعطيك مثلا اكس اقل بين الاثنين اكبر من اكس اكبر من اثنين واحنا اكبر منه اصغر مني اصغر منه ثلاثا أربعة خمسة ستة وهكذا يعني وهناي حتكون واحد سفر نقص واحد وهكذا فالإكس أكبر من تنين عندك تنين هنايا وعندك الأربعة هنا شوف مدرتش الأقواس مدرتش مسكرة هيك زي توا مغلقة لأن هي مفيش هنا تساوي زي هي حتكون هي يعني هي شني فترة مفتوحة هيكون زي توا الرمز زي هو حانته مش هيكون مغنق الزي هتا هي وفنس كيف يزبطت من لأن في أكبر منه وصغر من ما فيش تساوي عالم تساوي في المتباينة هي في الفترة هي تمام فتكتب الحل زي تواك يعني حل بين وبين بين اتنين وبين الاربع قد يكون ثلاثة قد يكون تنين ونص قد يكون تلاتة ونص قد يكون لكما يكونش أربعة مايكونش اتنين مايكونش الحل اتنين واربع أربعة مش بجزء من الحل لكن هناك حل 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 تكون من مجموعة الحل هناك جزء من الحل لكن يعني أكبر من 2 بشوية جزء من الحل تمام 2 لا ماهيش جزء من الحل يعني مافيش تساوي هنا لو في تساوي 2 تديرها مغلقة هنا وتكون جزء من الحل تمام مثال ثاني يوضح مثال X يعني X أكبر من نقص 1 أكبر من تساوي نقص 1 وفي ناس وقت أقل من 3 كيف مثال خط العداد؟ تعال خط العداد يولي X نفسه نحن أدير 0 نقص 1 نقص 2 نقص 3 وهكذا وهناي عندك الموجة 1 2 3 4 5 وهكذا يعني فهذا يدي من الموجة مالا نهاية وهذا السلب مالا نهاية نفس الشيء هذا السلب مالا نهاية هنا الموجة مالا نهاية فعندك النقص 1 وين بتكون هي وعندك 3 وين ستكون هنا لكن هنا بما أن X أكبر من تساوي نقص 1 فتكون هذه لازم مغلقة زيت هوا تكون الجزم الحل نقص 1 من نسبة لها ونقول نفس الحل فتكون الحل زيت هوا نقص 1 حل كل جزم الحل كل جزم الحل كل جزم الحل مغلقة 3 مغلقة تمام 민주 في الحالة الأولى هي ستأect� نفس الحل تقصد الإمتحط تكتب زيتوك. اقواص مفتوحة. تمام. بالنسبة للحل في الحالة هي هتكون شوف لان هي ناقص واحد جزء من الحل. فالحل هيكون كيف? الحل هيكون ناقص واحد. شوف قوس المجموعة المغلقة. زي ما قلنا فوق هنا. قوس مجموعة مغلقة. ونقطة زيتو. لان فيها اكبر منه او تساوي. يعني اكبر منه تساوي او صغر منه تساوي. والثلاثة. وتدير هنا مفتوحة. لان هذه مش مش مغلقة هني شوف شوف العلامة. شوف العلامة Growl متعد هذه. شوف العلامة هي متعدتك. هذا على الجد هنا مغلقة. وهنه شوف كيف جد مفتوحة جد مفتوحة تمام. وهاك نزوض ومفتوحات這樣的 عندك هني مفتوحة وهتي مفتوحة. فهذا جد جد قوس مفتوحة. هذا تمام. توب اخش شوي على العمليات على المجموعة. العمليات أو المجموعة نعرفهم يلي هما زالت تقاطع والاتحاد بهين العمليات على المجموعات زي ما تقول هذي التقاطع هذي اسمها تقاطع وهذي الاتحاد تقاطع يعني العناصر المشتركة واتحاد كل هما بعضهم من اسمها تقاطع فاشي تقاطع واتحاد يعني كل هما بعض قبل ما نخش في الفترات هذي كيف تدير في المجموعات كيف تشوف العمليات هما مثال نعطيكم مثلا عندنا عندك مثل مجموعة ايه قوس المجموعة هيكون زيتوه مثلا فيها عناصر واحد اثنين ثلاثين 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 هذي مجموعة ايه وعندك مجموعة بيه تصاوي بول اربعة وخمسة تمام نبقي ايه تقاطع البيه والآي اتحاد البيه طبعا الـ A تقاطع الـ B هتكون حتى هي مجموعة و A اتحاد الـ B هتكون مجموعة لاحظ شي بس هذي واحدين ثلاثة أربعة خمسة سبعة وهذه هي أربعة خمسة لاحظ ان الاربعة لاحظ ان الاربعة مشترك و الخمسة مشترك يعني عندك زود عناصر مشتركة مشتركة يعني في التقاطع كما تفهمنا التقاطع قلنا العناصر المشتركة التقاطع هنا معناها عناصر مشتركة والاتحاد يعني من اسمها اتحاد التحدو يعني الكل مباطم الكل الكل في المجموعة المتحدة يعني نشوفوا كيف فعندك اي تقاطع الـ B وين المشترك بناتهم عندك الاربعة والخمسة وهنا اربعة خمسة فالمشترك اللي هو تكتبهم زيته الاربعة والخمسة ركز أنا و fazer الاتحادiff كلهم لديهم كلهم يعني هم واحد واتنينrets او اربعة وخمسة وستة وسبعة واربعة وخمسة لكن لاحظ ان الاربعة وخمسة لنا جاء seriously المال اتب قوة الحدود جاءًا غيرًا 어떻 فهذا اي اتحاد البي لو جيب تشوفها بشكل بتمثيل بياني هدية فيه تمثيل بياني اسمه شكل فن هذا اسمه فراغ العين وهي في لحظة كنت تسمعين بياني وعندك مجموعة اي يلي هدية كلها مجموعة اي يلي هدية لاحظة الاي يلي فيها واحدين ثلاثة اربعة خمسة شوف مندير واحد اثنين ثلاثة اربعة موجودة في الاي هادي اي هادي الي اي بي شم فيها بي يلي هي الكرة التانية هي الدائرة التانية قصدي يلي فيها اربعة وخمسة لو فيه عنصر تاني هنا مثلا يكون احداش ومش موجود اكتباني عادي فتمثيلها زي توا فالجزء هذا هو التقاطع بينها توا هادي جزء متقاطع شمام متقاطع يعني مشترك بين اتنين يعني ان اي تقاطع البي واضحة من الرسمة تكون اربعة وخمسة زي ما قدرناها في الحالة هي اي تقاطع والاتحاد شم قلنا الاتحاد الاتحاد يلي هو شنو الاتحاد اي اتحاد البي يلي هو جميع اي والبي جميعهم شم فيت هو جميعهم يلي هو واحد واثنين ثلاثة وعب وخمسة سبع تمام يلي هو زي ما طلعناها في الحالة هي نشوف المثال نحن العيادي وحق قليلا يجب أن تقاطع A تقاطع B ماذا يفعل يفعل A تقاطع B؟ أول شيء أن تطلحها على طول فإنك تقاطع A تقاطع B يجب أن تقاطع B تقاطع A تقاطع B يجب أن تقاطع A تقاطع B تقاطع B اتحاد يعني سفر الى الخمسة حتكون نفس الاي نجون نرسموها احنا قدين نحلو فادي بصرا اي اتحاد البي نجون نرسموها ونشوفوها هاتهو هاته يعني عندك الاي اللي هو سفر الى الخمسة دير متن سفر اهو التوضيح بس يعني اثنين ثلاثة اربعة خمسة طبعا هذاك اللي علي صار كل سادق اسنين واكذا يعني ناقص ما الى نهاية شنو الخطوة خط الاكس يعني تمام عندك الاي اللي هي سفر للخمسة وشني اقواس مغلقة فتسكرهم زيتهو مية مية ودير زيتهو الخط هذي المجموعة اي من هنا الى هنا تمام بي عندك اثنين اثلاثة عندك اثنين وعندك الثلاثة اقواس مغلقة فتسكرهم زيتهو تمام تمام فقلنا عملت الاتحاد اي اتحاد البي اللي همه اجمع هذي البي اللي همه جمعت الاي وجمعت البي جمعت الاي كل هذية وجمعت البي همه دخلها فاوكي فحتكون اي فحتكون يعني ان المجموعة الكبيرة هيا مجموعة الكبيرة هذي كلها متداخلات بالعرب تمام باي تمام توا في حالة التقاطع الاي تقاطع البي الاي تقاطع البي الاي تقاطع البي الاي تقاطع البي المشترك بناتهم matters التالتة الخاصة ثلاثة ونص ثلاثة ونص ثلاثة موجودة في البي موجودة في الآية. ثلاثة ونصف. مش موجودة في الآية. فهناي التقاطع شني المشترك بناتهم. هيكون شني? اثنين لالثلاثة. المنطقة هذي هي بس المشتركة. تكتبها زيتو. اثنين لالثلاثة. ان شاء الله تكون واضح النقطة هذه. الرجع شوي المتبينات عندك متبينات من درجة الأو. نتقل متبينات. متباينة من الدرجة الاولى فتكون مثال شكلة 2x زايد 10 ما تنقل من 15 كيف عرفتم بالدرجة الاولى يعني اعلى قص متغير في المتبينة طبعا ولا متغير ما عندكش الى الاكس هذا كله متوابط لكن عندك الاكس بس هو المتغير في الحالة هي قداش القص متاع لما تبوش القص معناها قصة واحد فمالدرجة الاولى فهذه هي طبعا القصة واحد يعني لما يكتبش قلنا قص هنا واحد فمالدرجة الاولى تجازة يتوا بتجازة تنين تنين تبتكون بدرجة التانية المتبينة ثلاثة تكون درجة التالتة مثلا اكس فمتكيف فحلها كيف بيكون هدي حلها بسيط يعني ترفع هذا الطرف التاني تكون تنين اكس اقل من 15 طبعا هدي بما انها بما انها موجب تمشي قد كابل شارة السلبة صح ولم فتكون تنين اكس 15 نكس 10 و 5 وخمسة ع 2 حلها اكس اقل من 2 ونص هولا تمام كيف ما بتلها دي خط العداد بمثلا سفرة هنا هيا تدير هنا 2 ونص حتكون في الموجب بجهة الموجبة طبعا هكي السالب وهكي الموجب اكس اقل منها فبتدير هنا طبعا هني بتديرها مغلقة مفتوحة مفتوحة لانا فيش تساوي هنا تمام اكس اقل منها فالجزء الاقل منها كلها هي جزء من الحل كيف تنكتبها بمنطق المجموعة او الفترة كيف تكتبها كفترة هدي نقص مع الهاية دي ما اللي صغير ابدأ بلي صار تكون زيتهو نقص مع الهاية ولازم مفتوحة لانا مستمرة وبره لا 2 ونص وحتى هنا تديرها مفتوحة مش مغلقة لانا هنا اصغر منه تمام هذا الحل طبعا نوضحها بالشكل هو ووضحها بالشكل بيان بعد حل المتبينة بطريقة هي احنا شخنا توه متبينة من الدرجة الاولى توب تشوف متبينة من الدرجة التانية احنا شخنا توب تشوف متبينة من الدرجة التانية ستكون متر اكس تربيع اقل من اربع اول شي نحولها المعادلة المتبينة هي الى صفرية بدين اتحللها ونشوفوا كيفية يعني اول شي ارفع دي بكافة حول الصفرية ارفع الطرف التانية تبدأ اكس تربيع هي موجبة تولي سالبها دي نقص اربعة اقل من سفر طبعا هو فرق بمربعين هذا مربع وهذا مربع كيف فرق بمربعين الى اكس مربع ناقص اتنين يعني هذا مربع وهذا مربع يعني الى اكس مربع واثنين مربع فهذا الاسم في فرق بمربعين كيف حلها لما تلقى اكس ناقص 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 اي تربيع حتى اكس تربيع ناقص اي تربيع هذا فرق بمربعين هتلقى اكس ناقص اي في الاكس زايد اي هذا فرق بمربعين تمام فكيف تكون هذه حلها هتكون اكس ناقص اتنين في الاكس زايد اتنين اقل من سفر تمام ركز عندك قيمة في قيمة ونتجهم أقل من السفر. كيف حلها هي توا؟ شوفوا معي. دير اكس ناقص 2. الاولى هي ها. هدية الاولى. سوايا بالسفر. الطرف الثاني تبدأ اكس تساوي 2. خلق الى جنب. خده اكس ناقص 2. تمشي الطرف الثاني بالسالب. اكس تساوي ناقص 2. مية مية. تعال دير خط. دير الطرف الاول هو الاكس ناقص 2. تمام. دير الخط تحت. يمثل اكس ناقص 2. تمام. بالنسبة اكس ناقص 2. طبعا حطوا الحدود هما هي لما ناقص 2 والتنين. اتنين ما بتجي. تجيك هنهاية صح ولا؟ مثلا يعني. هيكون صفر هنهاية في بناتهم واحد مثلا. نحي يكون ناقص واحد وهنها ناقص 2. وهكذا يعني. ما فيش داعي انك تكون شيئا ان انا اللي يهمني ناقص 2 والتنين. اكس ناقص 2 هذي حلناها تساوي 2. يعني وينما انت عندك تدير هنها تعال حط علىها علامة زيتوا. وعلاش علامة زيتوا. اركزتوا نقولك ما تديراش مغلقة لان هنا هنها فيش تساوي هنا. خلالها اكي توا ما. تجيك تضبطها توا. تضبطها بعدين هذي. تمام. وعندك اهياء توا. اكس زيتين. عندك ناقص 2. خلنا. ديروهم انا. واحد واثنين. وعندك ناقص واحد وناقص 2. حلها ناقص 2. تعال ناقص 2 هنها وخلالها لجنبك. كويس. توا الخطوة الاخيرة. اللي هو حصل ضرق. تعال نحط دي الخطكي. علاش خديت الخط هنها لان هنا في عندي دائرة هي. اللي هي بتاعت الفترة. ونص شي بدي الخط هنها. علاش درت خط هنها لان في هذي فيها دائرة هنها. زيتوا. كويس. ركز معي. توا اكس ناقص 2 هذي هي. لو خديت الاكس مثلا هنا بثلاثة مثلا صح ولا. ثلاثة ناقص 2 موجب ولا سالب. ثلاثة ناقص 2 بواحد فحيكون موجب. لو خديت هنا رقم 4. تبدأ 4 ناقص 2. يعني اي رقم حيكون في جهية حيطيك. الناتشة هو موجب. حيكون موجب موجب موجب. تمام. اوكي لو خديت قيمة هنا في الاكس اقل من 2. يعني مثلا واحد. تبدأ واحد ناقص 2 ناقص واحد. ستعطيك قيمة سالبة. صح ولا. قيمة اقل من ناقص 2. لو ناقص 2 تعطيك سفر. سمحني لو ناقص 2 تعطيك ناقص 4. يعني ناقص 2 ناقص 2 حتساوي ناقص 4. لو ناقص 3 ناقص 2 حتساوي ناقص 5. فكل القيم هذي هتكون سالبة. تمام. توا اكس زي 2. لو خديت قيمة. انت ركز دي ما ركز على وما في الفترة. فهمنا ركزنا الى هي. صح ولا. عن النقطة هذه. ناقص 2. لو خديت قيمة اقل من ناقص 2. هذه هي ناقص 3 و ناقص 4. القيمة هنا هنا يصارها. قول ناقص 3. ناقص 2. ناقص 3 زي 2. سمحني ناقص 3 زي 2. هتضع ناقص 1. صح ولا. هتضع قيمة سالبة. يعني القيمة هنا كلها ستعطي بالسالبة. اوكي لو نقص 2 حطيت هنا حتى قضيك 0 لو نقص 1 زي 2 حتى قضيك 0 لو قدرت نقص 1 زي 2 ستعطيك 1 ستعطيك هنا القيم موجة صح له لو صفر كان 2 حتى قضيك 0 زي 2 حتى قضي موجة لو 6 كان 2 حتى قضيك 4 موجة لو أعطيت 3 3 زي 2 حتى قضيك 5 فهنا ستكون موجة كلا موسيقى تمام نعود سالب في سالب تعطيه موجب سالب في موجب تعطي سالب موجب في موجب تعطيه موجب تمام اخر خطوة ركز تولين الحل المتباينة يلي في المسألة يلي هي هل هنا سيتوى وصلنا للشكل هوا تمام انت عندك طرف وضوب في طرف وقيمة قلمة السفر ركز في النقطة هذيته انت عندك طرف الاول هوا وضوب في الطرف الثاني هدايا تمام يقفون درب من سفر يعني عدد سالب يعني لازم واحد من هوم ما يكونش 2 موجبات 2 موجبات حدات قيمة موجبه لو ضوصت هل بات حداتي واحده لو هذا سالب في الطرف الثالثي سالب حدات قيمة موجبه فهذا ما يبيح لان كله أقل من سفر لازم يكون ام تكون الحل سح لازم هو موجب وهذا يكون سالب او يكون هذا السالب يكون هذا يموجب يعني بالعربي ان الاثنين اشارتهم مختلفة طرف الاول وطرف التاني علاش لانه هنا عنا اقل من او تساوي يعني عدد سالب تمام يعني فتاو وشوف الرسم البيني وين الحل اللي ممكن صحه يعني نحن هنا قيمة سالبة صح ولا فحتكون لازبة هي تمام يعني شو منع يعني الفترة اللي من هنا لهنة الفترة هي هي اللي تعطي قيم سالبة تمام اذا الحل مجموعة الحل الحل هيكون مثلا اكس تنتمي لي من ناقص تنين اللي هي النقطة اللي هي هنا في خط العدد هو اللي هي دي ناقص تنين طبعا ناقص تنين وهذه دي اتنين طبعا هذي كل ناقص تنين بالكومة هي ناقص واحد سفر واحد وين هنا ثلاثة المهم ناقص ثلاثة اللي همني زي ما قلت لكم ان احنا لازم يكون عندنا عدد سالب علاش عدد سالب لانه هنا اقل من او تساوي سفر يعني اقل من اقل من السفر ازف باهي فحتكون ناقص تنين الى اتنين الفترة هي اوكي ركزوا ان الاقواص درتهم مفتوحة علاش مفتوحة اما اندراش مغلقة لان لنفط انقدرتها مغلقة هنا ناقص ثلاثة فانت اشملت ناقص ثلاثة جزء من الحل لما جيت حط ناقص ثلاثة هنا هنا تعطيك ناقص ثلاثة مش مشكلة هنا تعطيك السفر لما ادير ناقص ثلاثة زيت نين بتعطيب سفر والسفر مهو جزء من الحل فلازم تخليها مفتوحة ان شاء الله تكون واضحة النقطة هذه اشتركوا في القناة